السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعة عادل فتحي في كل مكان أصعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحة بال ما تنسوشوا اللايك والشير علشان الفيديو يتوغل وينتشر في ربوع اليو فضلا وليس أمرا الفيديو ده الرد الصاحق الماحق على هيمة وأميرة أو يعني إبراهيم وأميرة يعني كانوا عاملين بس وكله بيهبد ومش عارفين أن هناك لليويو خبر متخبر صح أنا في مجالات تانية أول مرة هخش مجال الضرائب وأنا كنت اداعي الحمد لله أنا بقالي سنة لو هو للأسف أكنش متابع القناة بقالي سنة بطالب الدولة وكنت كل الناس فهمها وحتى قلت أن تخش تشريعات في يعني في مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعني بغرفتين ولازم يوضع قانون الحمد لله كلا لله مكهودنا وبدأت الدولة تكشر عن أنيابها لهؤلاء اليوتيوبر اللي بقالهم سنتين زي ما بيقولوا بيتعبوا المصريين وإحنا عارفين لكل فعل رد فعل والحمد لله إذا كان حسان عبد القدوس هو اكتشف في 48 الأسلحة الفزدة فأنا اكتشفت أسرياء اليويو الجدد أو أسرياء المصريين أو البارونات المصريين اللي موجودين على ساحة اليويو هل براهيم وأميرة من هؤلاء البارونات أنا تصدمت بالفعل أنا كنت فعلا متوقع أن براهيم يعني أو هيما قناته قوية لقيت أن قناته هيما بقالها تقريبا سنتين ونص هي قناة يعني تقريبا من يوم عشرين تلاتة ألفين وتسعة قناة متوسطة مش قوية هو طلع بالفعل قال كلام حقائق ولكن فيه مغلطات مغلطات بقى بالنسبة للضرائب ولكن هو بيتكلم عن نفسه هو رجل صادق وأنا حتى برع في أميرة إنها هي طبعا بنتي يعني زي أصغر من بناتي بلقيها إنها خجولة أمام الكاميرا برغم كده وبتاع مهما عملت وكده بس هي كأمرأة أو بنت يعني بتحس إن هي إيه فيها مسحة الخجل غير طبعا مين غير الشيخ براهيم الشيخ براهيم عمال يعمل زي مستر إكس فؤاد المهندس يعني عايز يوحل الناس إن أنا رجل بتاعة طبيعة أموال رجل بتاعة غسيل أموال رجل بتاعة تجارة أصار يا عمي ما تخلينا إيه بلغة الضاط بلاش إنت تخش في اللغة إيه المهم يعني قعدوا يتكلموا فهو مش واخد باله خالص بيقولك أنا مليش درايب مش عارف إيه مش هدفع أنا والله أنا كذا طيب أنا هفترض بقى إن ده ممول ليا وأنا مأمور درايب وبقولك تعالى يا براهيم تعالى براهيم دخلي بقناته على الموبايل أو على الآيباد أو على الماكبوك أو على أي حاجة إن شاء الله جايبها في شكارة تعالى يا عمي إنت إيه فبيقول لي قناتها هيت يا عم عادل أنا عليها درايب أقولك طبعا عليك درايب طب إزاي ده أنا ما جبتش نص مليون ها إنت جايب بالفعل تقريبا ما قمت 29 مليون و600 ألف يعني داخل على 30 مليون بلغة الأرقام إحنا بنحسبها ده أنا بقوله يعني كمأمور درايب إنت تقريبا محقق 25 ألف دولار في خلال سنتين ونص لإن أنت 30 عشرين ثلاثة 2019 بيقول له عرفت إزاي إنت حضرتك منجأة يقول له لا ده لغة كده إحنا بنعرفها يعني يعني لغة رتمة معروف أو إحصى بالنسبة لليوتيوبرات هتقول لي طبعا أنا كده يبقى في السنة قد إيه هقولك أنت كده يا عم إبراهيم في السنة تقريبا 15 ألف دولار 15 و 15 لا ده بالعكس 10 ألف دولار 10 أو 10 ونص سنة 5 ألف تقول لي طب مطلوق من هحزبك ما بقى أصر راجعي مش هحزبك دلوقتي هتقول لي طب يعني إيه ما أنا كده 10 ألف 15 بـ 150 ألف يعني معناها أننا في الشهر بحقق من 10 ل 11 ألف جيني ممكن في البداية ما كانش فيه تحقيق بس فيه الفطرة الأخيرة كان بيبقى 16 15 17 وما شبه زال هقول لك بالزبط أنت رتمك تقريبا من يوم ما فتحت القناة من 11 ل 12 ل 13 ألف جيني طيب هو أنا كده ما أجبتش 500 ألف يا عم عادل ده أنا كل اللي ربحته من القناة ده أنت بترد عليها ده مثلا يعني ما يجيش 400 ألف جيني في خلال سنتين ونص أنت بتقوله في خلال سنة أنا بقولك أنت مش فاهم أنت في حاجة اسمها ضريبة الدخل وفي حاجة القيمة المضافة ضريبة الدخل أنت بتتحسب عليها بمجرد أنك تكسب فوق 15 ألف جيني ساعة ما تكسب من 15 ألف جيني يعتبر في السنة بقولك كل اللي بعد كده أنا هاخد منه 10% الله إما للقيمة المضافة القيمة المضافة لو تخطيت هذه الأرباح إلى نص مليون هاخد منك 14% يبقى باخد 24% ضريبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل يعني أنت توهتني عم عادل أنا دلوقتي علي فلوس إيه أقولك سهل شيله نص سنة الأولانية خليك في آخر سنة أنت ربحت بعد 6 شهر في آخر سنتين في آخر سنتين أنا بقول تقريبا يا جماعة الله أعلم برضه يعني علشان ما نظلمش يعني أنت تقريبا في آخر سنتين محقق من 24 ألف دولار يعني في السنة 12 ألف دولار 12 ألف في 15 يعني نقوله 170 مثلا ألف جيني مصر 170 ألف جيني مصري أنت هنشيله منهم مثلا 20 ألف هتتحسب على 150 ألف 150 ألف هتدفع 10 في المية يبقى هتدفع 15 ألف جيني يبقى في السنتين الأخارة هتدفع 30 ألف جيني هتقول لي لا أنا مظلوم هقولك يفتح لقناتك وريني أرباحك من يوم ما دخلت القناة هجيب أهل حزبك لا إحنا لنا أكتر من مثلا 30 ألف إحنا لنا 30 ألف 640 ألف وهكذا يتم احتساب الرمح مش بقى في ناس تقول لك إيه أنت هتحسبني ده أنا كانت بتجينا علامة صفرة ده أنا الفوديوهات صغيرة هخش يعمى على قناتك وعلى أرباحك فعلشان ده ما يتعبش ناس أو يتعبهم ذهنيا الحسابات سهلة جدا ما فيش يوتيوبر في مصر دخل اليوتيوب ويقدر يهرب دولار واحد لأنه كله الضفاطر ضفاطرنا والحاجات والموبايلات بتاعتكم وكله حنسبته في الضفاطر أما بقى هلاني ما رأيت هو وزوجته وبيقول لك ده اليوتيوبرات بيتعبوا وانتوا فكرينها أنها الشغلة سهلة بيتعبوا إيه يا إبراهيم ده أنت إبراهيم رجل كنت يشغال وعارف يعني إيه رجل بيبقى فاعل رجل جورا رجل حداد رجل نجار مسلح رجل إزاي بيطلع ألفين طوبة رجل إزاي بيطلع شيئة زلط فوق رجل بيشتغل إزاي في الأرض الزراعية رجل بيشتغل إزاي في ورش الطوب تعب في إيه إيه هو التعب العصاب يعني بيحرق نفسه في إيه يعني تعب إنه هو بيتجوز مراته مرة تانية ده التعب تقصد ما بيتجوزهش يععم تعب إنه بروح يجيب لها فستان ويجيب لها عربية ومش عارف إيه ما بلاء تعب إنه هو بينزل بمراته حمام السباحة وهي نزلة بالميون والمصريين مش لقيين شوية مية بالكوس حتى يفضوهم في عز الحر بقونا وقبيب وانت راجل من المنفية وعارف يعني إيه الحر ولما المية تقطع ويبقى يعز حد اللي يهرش في دهره تعب إيه تعب إنه هو قاعد الناس بتاكل فول وطعمية وجايلها حموضة على فم المعدة وهو ده جايب كبش أو جايب عشر تجواز أرانب أو عشر تجواز حمام أو جايب له مواقضة مش عارف إيه قاعد يأكل يتحدى في دكارين بط تعب زي حضرتك ما روحت مش عارف مطعم مين ولا مطعم مين وعدت تاكل الرز كتير تعب يا براهي تعب إنه هو بيسوق السيارة الفور باي فور وأي مطبط مش حاسس بيها ولو الشرب في نجال القهوة ما يقحش منه وبيغير السيارة أكنه بيغير أكنه بيغير الجزمة رايح جاي تعب إيه يا عم إبراهيم إنه هو كل شهر ولا شهرين يجيب لنا فلا تعب إيه إنه هو على طول لا الفلا بيدور حمام سباحة ياهي لو إحنا نسينا عشة الفراق اللي إحنا كنا عادين فيها تعب إيه تعب إيه إيه تعب والسبعة في قوض قاعدين ولا لقين مروحة وأبوهم يقولون ما تشغلوش المروحة عشان أنا دفع الكهرابة وعشان الكارت بتاعب إيه بس قول لي إيه بتاعك وبعدين خلي بالك برضو هو بيقول بالنسبة للأرباح كيف تتحس بالأرباح الأرباح يا عم إبراهيم بخاصة القنوات اليوميات بيبقى الفيديو 16 و 17 و 18 ديه فبيحقق الفيديو 2 دولار يمكن غير قنوات فيه قنوات بتحقق أكتر وده عشان الأطفال بيشوفوها وكلام من ده فبيشوفوا نسبة كبيرة كبيرة جدا منها لأن اللي بيشاهد النهاردة هم الأطفال والمراهقين الكبار ما بيتفرجوه زي السينما السينما لما بتيجي تخاطب بتخاطب الأولاد الصغيرة الليها 14 و 15 و 16 سنة فبيبقى عنده الفيديو وبيجيب 2 دولار لما يبقى عنده فيديو مثلا جايب مليون ونصف أنا ما بقولش عليه خالص يا جماعة إبراهيم وأميرة بالفعل قناتهم مش خلاة مربحة يعني 10-12 ألف جنيه في الشهر أيوة ما تصفيش معاه مصارف وكلام من ده يعني يا دوبك بالعافية زي ما بيقولوا يعني ما يقدرش يعمل منها حاجة إلا إذا لو كانت حاجة من هنا القناة التانية مش عارف إيه دعم حط في منتدى يعني هو بيقلب أكل عيشه على ده جاله مثلا شات ملصقات ولا حاجة ربك كريم يعني لكن القنوات الكبيرة اللي أنت بتقول عليها اللي هي بتجيب مليون ونص واثنين مليون ده بيجيب في الفيديو تقريبا ما يقمته 3000 دولار 3000 دولار ونص وهقول لك معلومة يمكن أنت مش واخد بالك منه إذا هو جاب في الفيديو ده 3000 3000 ونص هتلاقي ما بينزلش كل يوم بينزل كل 3 أيام أو كل 48 ساعة أو كل 72 ساعة برافو عليك يا محسين لأنه هو عنده بقية القناة بتجيب نفس الدخل يعني بيبقى مثلا مش عنده آخر 48 ساعة مش عنده 2 مليون مشاهدة ده بيبقى عنده 5 مليون ونص لأنه عنده 10-15 فيديو الأخارة عمالين بيجيبوا كل يوم 70 ألف 60 ألف 100 ألف 80 ألف فبيبقى التوتة البتاعه يعني تقريبا بالفيديو بتاعه نسبة مشاهدته لو عايزت قيمها أكنه جابك 5 مليون ودهني بخمسه يبقى 5 مليون تقريبا ما قيمته 7000 دولار ما قيمته يعني 100 ألف جد يبقى الفيديو علمية خالص مع اليوميات الكبيرة أنا بتكلم عن القنوات الكبيرة مش خناتي يعني تقريبا ميت باكو وبعدين هو هيخفي حاجة ليه أو هيبدأ يشتغل فيديوهات من عنده ليه أنا يا عم هخش وانت لو خفيت الفيديوهات أرباحها تختفي مش هتختفي مفيش حاجة هتختفي كل التحية وكل الاحترام أنا بقى عايزة نقل بقى وعايزة أخش القنوات في حاجات تانية ده في حاجات كتيرة تانية أنا الحمد لله إن أنا جهودي جات على خير والقلوات كلها آه لازم دلوقتي يا أستاذ براهيم أنت وغيرك تتجع على طور تعمل ملف ضريب هتاخد معاك العقد الإيجار بتاع البيت بقى عقد الإيجار سواء تمليك سواء إيجار وبعدين هتاخد آخر مية وآخر كهربا ولو فيه شحن هتاخده ولازم تروح مدرية الأمن وتجيب موافقة أمنية علشان حضرتك ما هو بقى عايزين نشوفه المسجلين ألف ولا بيه ولا جيم وعايزين نشوفه البصمجية اللي هم اللي إن دولة ممنوح طبعا حيكون لهم منصات حتى لو قنوات مليونية كل التحية وكل الاحترام لمحب ومتابعة عاد الفتح في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته